يرفع الأمة من أراد أن يبني أمة يقوي المعلم يعد المعلم يجعل المعلم مهابة ويمكن تذكرون كلكم كيف كان المعلم عندنا كيف كنا نخاف من المعلم ما نمشي في الطريق اللي هو مر معه ولا يمكن أننا نقابل مدير المدرسة ولا نقابل المدرس وإن شفناها نحاول نلوذ ونصد ولا نحاول النهرانة خوف مكانة المعلم احترام وخوف يعني له مكانته الخوف ما جل من الاحترام فالأمور اليوم يعني اختلفت شوي حتى لأنه اختلفنا اختلاف جذري يمكن الآن ما تعرف ما تقابل المعاملة اللي ممكن له في الشاشة خاصة اللي عاشوا في السنة الماضية يعني طالب درس العام الماضي فقط اللي نجح من الصف الأول ما قابل أستاذه أبد على الطبيعة فمن حكم الله سبحانه وتعالى أن تم هذا العام ونجح الطلاب وتخرجوا الطلاب من الجامعات وأخذوا الماجستير وناس حصلوا الدكتوراه عن بعد وعنه والحمد لله هذه من نعم الله كتجربة جديدة وبذن الله كتجربة حتى خلاص الآن يعني لو نظرنا إلى التكاليف تقل تقل حتى في المواصلات في بدل الرحلات اليومية اللي ذهاب وإياب يعني تصور أنت وأب عنده ابني بيروح وديه المدرسة يوديه الصباح ويرجع ثم يجيه يروح الظهر يجيبه ويرجع معناها أربع رحلات ذهاب وإياب أو ثلاثة أو رحلتين ذهاب وإياب فالأمور اليوم الحمد لله ولكن هذا قضاء الله قدره وهذا حنا مسلمين ومؤمنين بالقضاء والقدر والأمور الحمد لله في ازدهار وفي خير ما في شك إلى أن كلنا مر بذيك التجربة اللي هو بداية الدراسة والذهاب إلى المدرسة والعودة منها تحملنا تلك الأيام بحرارتها وببرودتها وبعد المسافة أحيانا بعض الناس يمكن لهم الطريق أكثر من كيلو يعني كيلو وين رايح جايف كان يبدل مجهود فإذا وصل لمدرسة تلقاها متعة فالتحصيل في ذيك الفترة يمكن كان أفضل من اليوم من حيث المناهج كان فيها شيء من الثراء المعلوماتي اللي يخلي الطالب الطالب البتدائية مثل طالب الثانوية اليوم ومثل الجامعة رايك يا أبو عبد الرحمن رايك أبو محمد ما رايك أبو سليمان في التعليم بين اليوم والأمس